موسيقى مهلا بكم جميعاً في المتمر السحطي الذي تعطيه اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج الاستحقاب الدستوري الأهم الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ وعشرين وهي خامس انتخابات رئاسية تعتدية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث بتنافس أربعة مرشحين اليوم تعلم الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس مصر بست سنوات قادمة الآن مع كلمة المستشار أحمد بن داري كثير الجاز التنفيدي للهيئة الوطنية للانتخابات شكراً لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ومعنى نحتفظ معاً ويوصول إطار الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ إلى محطته الأخيرة حيث الإعلام عن نتيجة الاستحقاب المتخابي الأهم في تاريخ الأمة والتي تعبر عن إراضة الشعب لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجة نتشرف به في الداخل والخاب التزمنا فيه بصحيح القانون حذول أي تجابة ورأى فيه العالم مشاركة شعبيات غير مسبوقة ووعياً سياسياً ودستورياً يليق بمصر وتاريخها إزاماً انضباطاً وتحضراً في متابعة العملية الانتخابية سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو من جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتخذ جهداً كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر ومكانتها لقد كان عنوان الواجه الذي اتزمنا به هو الدقة والنزال والشفافية وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نكتهل لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسئولية الذي عمد بها إلينا لذا كانني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر العميلة إلى السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية والسادة الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وللجهاز التنفيذي للهيئة التي تشرفت بإدارتها وللعاملين به لعملهم الدقوب ومعاصلتهم الليلة بالنهار كانت تخرج العملية الانتخابية بهذا المشهد الاحترافي ولا يكونني أن أشهد بالتعاون عن مخلص والبنان الذي أزهرته كل أجهزة الدور مع الهيئة الوطنية المتخابية لضمار سير العملية المتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني والإخلاص في حب الوقت وأخصه بالشكر وزارة الدفاع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والانتصالات والمالية والتربية والتعليم والتضمن الدماعي والهجرة والتنمية المحلية وهي نسمحول يا خرج عن السياء واشكر للسادة المحافظين كل اللي فيه إقليمه إقليمة بنزل من جهد ودعم ودعاون شكرا لزيم وأزارات الشباب البياضي والنقر والصحة وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية وشكرا لهم جميعا من أعماق القدر وهو بسهل الإعلام المحلية والأجنبية نعبر باسمي وباسم الهدئة الوطنية المنتخبية عن صادق الشكر والإنثنان على نقل المشهد المنتخبية بكل حياد واحترافية فكان لهم بالب الأصدر بالنتيجة المشرفة التي خرجنا بها حتى استحقوا بجدارتهم لطب شركاء النجاح وواجه شكرا خاصا صادقا لبطل هذه المنحمة التاريخة وهو الشعب المصري فشكرا كل شكر وكل فرق فيه على تنبيته نداء الوطن وعلى إيجابياته الفعال بمباشرة حقه الدستوري باختيار من يقود إن هذه الانتخابات هي بداية الطريق لفترة رئاسية جديدة يتولى فيها القائد الذي اختاره الشعب دفت الوطن بقوة الدسورة وقانون ونزاهة القضاء وكل الدعوان بالتوفيق والسداد للرئيس القادم في هذه المرحلة الدقيقة والآن اسمحوا لي أن أدعو بسيادة القادم الكثير المشار حاسم بدوي نائد رئيس محكمة اللق رئيس الهيئة الوطنية المدينة خبات لإلقاء كلمته وعلان نتيجة انخبات مقاسة جمهورية مصر العربية في 2024 رسميا فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشعب كلمته ووصلت الرسالة مصر هي غاية المرأة نعم اصطفى المصريون أمام لجانة الطراع داخل مصر وخارجها تلبية البلداء الوطن صانعين بتلاصيهم ووحدتهم ملحمة في حب مصر مبروك للمصريين فقد شهدت الانتخابات الرئاسية زواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم أولا خروب كل اقتياف الشعب لتقول رأيها حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت فهول السفوف أم الشباب خبار السن أم زوج الهمم العمال أم الطلاب فكانت نسبة التصوير هي الأعلى في تاريخ مصر ثانيا لا تجوزات ولا خلقات شابة العملية الانتخابية بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية ومن قبلهم إشادة الناخبين ثالثا ثالثا تنوع المرشحين وبرامدهم حيث خاض السباق الانتخابي ثلاثة منهم يمثلون أحزابا مختلفة الاتجاهات والتوجهات ولها تمثيل نيابي المميز والمرشح فضل أن يكون صغير الشعب كما كان هناك التزام أخراقي من المرشحين الأربعة فلم يوجه أحد منهم للآخر نقضا شخصيا رابعا أقل نسبة انفاق مالي على الدعاية الانتخابية وحياد غير مسبوك من كل وسائل الإعلام المقروعة والمرئية والمسموعة خامسا تعاون المزارات والهيئات المعنية مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد لهذا الاختراق الانتخاب الأهم حتى خرج بصورة حضرية طريقة بالتاريخ ومكانة مصر وكالعادة نزاهة القضاء المشرفين على الانتخابات وحياة رجال الشرطة في تأمين مقار الاختراع فالفائز في هذه الانتخابات هو الوطن والكنز اسمه المصريون شعب مصر العظيم العدالة المساواة الشفافية ثلاثة مبادئ انتزمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة اليوم فإلى جانب الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات ووجود قاضن على كل صندوق في كل اللجان المنتشرة في مدن مصر وقراها سمحت الهيئة لممثل البعثات الدبلوماسية وأعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ومتابعة لجان الاختراع وإجراءات التصويت والفرس تصبح العملية الانتخابية على مرأة ومسرع من الجميع فلم يكن هناك من فيه بل كان لدينا ما نفخر ونتباهى به فوقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبهي قواعد الديمقراطية تحية إجلال وتقدير إلى المصريين جميعا الذين رسموا مستقبلهم بأحرف المنور من خلال مشاركتهم في هذه الخبايا التي من المؤكد أنها ستظل محفورة في قدام الجميع وستبقى نموذجا فريدا يحتزى به في الاستحقاقات القادمة كما أتقدم في هذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لكل قدوات مصر الأجلاء الذين تفانوا وبثلوا الدهر وكانوا على قدر الحدث والمسؤولية وتحية لرجال الشرطة البواسط على دورهم البارس في حفظ الأمن وتأمين العملية الإنتخابية وأتودها كذلك بجزيل الشكر والعرفان إلى زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإنتخابات وجهازها التنفيذي والعملين بها لما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاعر على مدى أشر طوال من أجل أن تخرج الانتخابات بالصورة المشرفة التي يطالق بمكانة مصر والمصريين وسأعرض على حضراتكم الآن نتيجة فرص صناديق الإختراع عدد المخيطين بقعد البيانات الناخبين سبعة وستين مليون ثلاثين ألف أربعمية سبعة وثلاثين ناخبا عدد من أدله وأساطينه في الداخل والخارج أربعة واربعين مليون سبعمية سبعة وسبعين ألف سبعمية ثمانية ثمانية ثبا أربعمية سبعمية بنسبة مجاركة وصلت ستة وستين وثمانية من عشرة في المية عدد الأسوات الصحيحة أربعة واربعين مليون ميتين تمانية وتمانين ألف تلتمية واحد وستين بنسبة تلتمية وتسعين و تسعين و تسعة من عشرة من إجمال الحضور عدد الاسوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة واحد وواحد من عشرة من اجمال الحضور عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقا لاعلى الاسوات السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي 39.7 مليون عبد الفتاح السيد عبد الفتاح السيسي 30.752451 صوتا بنسبة تسعة وتمانين وستة من عشرة من اجمال الاسواق الصحيحة 30.752 صوتا بنسبة اربعة وخمسة من عشرة في المية من اجمال الاسواق الصحيحة 30.752 صوتا بنسبة اربعة في المية من اجمال الاسواق الصحيحة 30.752 صوتا بنسبة اربعة في المية من اجمال الاسواق الصحيحة 30.752 صوتا بنسبة واحد وتسعة من عشرة في المية من اجمال الاسواق الصحيحة 30.653، وبناء على ما تقدم اجتمع مجل استدارة الهيئة الوطنية للانتخابات سهر اليوم وأصدر القرار رقم 39 لسنة 2023 في اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضوناً لفوز السيد عبد الفتاح سعيد حسيني سعيد حسين خليل السيسي وشورته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات بلادية تبدأ من اليوم التالي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولاياته الحالية داعيا للمولا عز وجل ان يوفقوا في مسيرته نحو تحطير الترمية والرخاء لمصر وشعبها واقول للمرشحين الذين لم يحالفوا بالتوفيق فستم باحترام المصريين فستم بإعلاء تيم الدموقراطية وانفاقكم الله فيما هو قادم شعب مصر العظيم جماعة عوضوا عضاء الهيئة الوطنية للمكتابات وعضاء الجهات والهيئات القضائية المهمة اللي انتلأ إلينا بضمير وحياد القاضي وأثبتنا وبحق أن لمصر تضار جعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم عاشت مصر الرائدة أبدا الباقية خلتا المستمرة فخارا وعزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة